بسم الله الرحمن الرحيم في فرق ما بين التفويض وفن التفويض التفويض ان انت تفوض او تكلف حد نيابة تفنك ان يعمل حاجة وبالتالي ما تمتش وبتحط الطلبات اللي انت عايزة او التواصيات اللي انت عايزة في التكليف اللي انت عملته ده فن التقييم فن التفويض هو ان انت بتعمل فن التفويض او تعمل عملية التكليف او التفويض دي بمعايير معينة المعايير دي عبارة عن ايه ده اللي هنروح نشوفه في محاضرة النهاردة اعرفكم بنفسي اخوكم ناصر ابو زيد مصرفي سابق في البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية 26 سنة محاضر ومدرب تنمية بشرية من 2010 وحاصل على التي او تي مدرب معتمد في نقابة التنمية البشرية في مصر هنتكلم النهاردة عن مجموعة من المحاور اللي بتشكل موضوع محاضرة النهاردة المحاور دي هنتكلم عن ما هو التفويض وما هو فن التفويض هنعرف يعني ايه تفويض وهنعرف يعني ايه فن التفويض وكمان هنعرف هل هناك فرق بين التفويض وفن التفويض وده اللي هنعرفه من خلال تفصيل ان احنا نفصل نهية او معنى الحرفي لفن التفويض وانت لما تيجي تفوض مين اللي بيعمل عملية التفويض وبيعملها ازاي ومين اللي من حقه او يقدر يستخدم هذه المعارات هل الموضوع هل الوظفين هل الوظائف العليا ولا انت في بيتك تقدر تستخدم هذه المعارات هنتكلم عن فوائد فن التفويض هنتكلم عن درجات التفويض يعني ايه درجات التفويض يعني انت افوض ما انا الموضوع في ايدي انا ممكن اقوم بالتكليف بنفسي انت ألجل لمرحلة ان انا افوض حد انه يعمل التكليف اللي المفروض انا اعمله فهنا هنتكلم عن كمان هنتكلم عن خطوات التفويض خطوات التفويض عشان تعمل تفويض ناجع او مفيد او زو فائدة لازم تمشي في مراحل معينة لو ما عملتش المراحل دي اسمه تفويض احنا هنتكلم عن فن التفويض وهنتكلم عن هذه المراحل كمان هنتكلم عن موانع عملية التفويض ايه اللي يمنعك او ايه اللي يمنع الناس من انها تمارس عملية التفويض اكيد في موانع وفي اسباب هنروح نشوف هذه الاسباب ما هو التفويض التفويض بمنتها البساطة مش هنكلكع الكلام التفويض بمنتها البساطة هو تكليف شخص اخر بمهمة انت كنت ستقوم بها هو سيقوم بها نيابة عنك بمنتها البساطة تقدر تقوم بعملية التفويض وهنا التفويض لا يعني الغاء السلطة والمسئولية عنك فهذه المهمة او هذا التكليف يكون تحت مسئولية القائد في النهاية يعني ايه؟ يعني انت مجرد ان انت كلفت حد يقوم بشخص بمهمة نيابة عنك انت فوضت حد ولكن مهمتك ما انتهيتش في هذا الحد مهمتك لسه مستمرة بالمتابعة وتشوف نتيجة التفويض ده وصلت لي فين؟ التفويض هو منح الثقة لشخص اخر من قبل القائد او المدير ومن خلاله تحدث مجموعة فوائد لا تظهر الا بالتفويض المباشر الشخص اللي بيقوم بالتفويض ما يعرفش هذه المهارات ولكن الشخص الذي يقوم بعملية فن التفويض هو يعرف فوائد هذا التفويض ويعرف يستفيد من التفويض بشكل ايجابي وشكل ناجع وشكل مفيد التفويض هو احد الادوات المهمة التي يتم اللجوء اليها خاصة في العمل الجماعي او تنفيذ عدد من المهام لما انت تكون في عمل جماعي وعندك مجموعة كقائد عندك مجموعة من المهام اللي انت تقوم بها هنا عقلك بيوجيهك مباشرة ان انت لازم تعمل عملية التفويض ولازم تعمل عملية التفويضي بتعمل ايه؟ بفن التفويض لما تعمل فن التفويض في هذا العمل هنا هنستفيد او في مجموعة من الفوائد اللي انت كمفوض بتستفيد منها نروح نسقط هذا الكلام على عملية فن التفويد حنروح نشوف مجموعة من الأمثلة إزاي أعمل عملية التفويد وإزاي أستفيد بها كمهارة يعني على سبيل المثال دلوقتي أنت كأب أنت كأب دلوقتي هتعمل عملية تفويد المفروض تعرف فن التفويد إزاي فهنقول لك عملية التفويد بتتم إزاي أن أنت تكلف وليكن إحنا دلوقتي في فصل السيف وفي مناسبات وفي ارتباطات كتيرة بتيجي تقول لابنك مثلا أنا عايزك تدورلي على شقة ننقل فيها فإنت عندك مجموعة من الارتباطات ومجموعة من الاتزامات إحنا بنسقط فن التفويد على البيت والأسرة يعني هو موضوع في المقام الأول متعلق بالقيادة وبالقادة وبرجال الأعمال وأصحاب المناصب العليا والمدراء وكده ولكن كفن التفويد كمهارة إحنا نقدر نسقطها على الأسرة الأب والأم نقدر نشوف خلينا نشوف إزاي نسقط الكلام ده أب مثلا بيعمل عملية التفويد يقول لها أنا عايزك تدورلي على شقة ننقل فيها سيق تماما أن أنت مش هتاخد فايدة من هذا التفويد أكتر من خمسة في المية عشرة في المية بحد أقصى مش هتدر تاخد أكتر من كده ليه؟ لأن التفويد ده ما كانش فيه المعايير طب أنا المعايير أحطها إزاي؟ عشان أخد أكبر استفادة أجأ أقول له مثلا أنت عايزك تدورلي على شقة ننقل فيها في المكان الفلاني المساحة من قد كده لقد كده من 130 إلى 150 مثلا السعر من قد كده لقد كده المكان ده لازم يكون حواليه مسجد لازم يكون قريب من شارع عمومي لازم يكون قريب من يكون فيه مثلا نادي أو يكون فيه مسجد أو يكون فيه وسائل مواصلات فإنت حطيت المعايير اللي أنت بتكلف بها الشخص عشان يروح يدورلك على شقة أو ابنك يدورلك على شقة يرجعلك بنتيجة من 60 إلى 70 إلى 80% ده مثال على أن احنا نسقطه على الأب طب تعالى كمان نسقط الكلام ده على الأم الأم وده مهم جدا في هذه المرحلة أن احنا نيجي عند مرحلة معينة الأب يعمل عملية تفويد كتير الأم تعمل عملية تفويد كتير لبنتها ونيجي مثلا الأم مثلا تعمل عملية تفويد عشان تهيأ بنتها إنها في يوم الأم تفتح بيته وتتحمل المسئولية فنيجي نقول عملية تفويد ونيجي نقول إيه المعايير بتاع تفن التفويد ما عادي ألف وربعمائة جنيه امسكي مصاريف البيت لأسبوع داي عشان أنا مشغولة الأم بتقول للبنتها كده النتيجة هتاخدي إيه؟ من خمسة لعشرة بحد أقصى مش هتاخدي فايدة أكتر من كده طب أنا عايز أرفع الفايدة وعايز بنتي تستفيد وعايز بنتي تستفيد وعايز تتعلم حاجة وعايز هنا إنها في يوم من الأيام تتحمل مسئولية إنها تفتح وتدير بيتها وتدير مصاريفها ساعتها أجأ أقول لي امسكي مصاريف البيت ألف وربعمائة أحط لها بقى المعايير أقول لي مثلا اعمل حساب إنه يبقى فيه فطار غدى اعمل حساب إنه يبقى فيه آآ أنواع معينة من الأكل اعمل حساب إنه آآ الميزانية ما تطلقش عن الألف الربعمائة اعمل حساب إنه أنت لما لما توصل لمرحلة أو لطريق صد أو لمشكلة لازم ترجعيلي عشان أحللك الموضوع بسرعة عشان التكليف عندك أنت الملزمة بالكلام ده تمام؟ طيب خلينا نسكت الموضوع ده على حد تاني لو أنت آآ آآ في عملك مثلا أو أنت في مؤسسة وجيت قلت آآ أنا محتاج أعمل شركة شحن فبتكلف حد من عندك وتقول له روح اعمل لي دراسة دراسة على آآ شركاتك نفسه أنت تاخد من خمسة لعشرة في المية ولكن آآ بما إن الناس اللي بيديروا بيزنس هم عندهم معرفة بفن التفويض ومهارات فن التفويض فهم ما بيديروا لهم كده بيقولك لأ روح اعمل لي آآ بحس أو اعمل لي دراسة عن الشركات المنافسة وجيب لي التوبتن في الشركات المنافسة روح جيب لي آآ توزيحهم الجغرافي روح جيب لي مصادر قوتهم آآ ومصادر قوتنا إيه لو إحنا دخل آآ وإيه مصادر دعفهم وإيه مصادر الدعفة عندنا عشان نقدر نعالج عشان نعرف إحنا لما ندخل هندخل إزاي فاصل ونواصل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم رجعنا لكم تاني نكمل موضوعنا طيب خدنا أمثلة وأسقطنا موضوع فن التفويض ده على البيت وعلى الأسرة وعلى الشركة وعلى كل مكان أنا موجود فيه كشخص طيب من اللازم يمارس عملية التفويض؟ هل المدراء فقط؟ هل كبار الموظفين؟ هل مدراء التسويق؟ هل الرجال؟ هل النساء؟ هل دول بس الإدارة يقوموا بعملية التفويض ولا حد تاني؟ أي حد تاني؟ الإجابة كل رجل أو امرأة يستطيع أن يمارس هذه المهارة طالما لديه مجموعة من المهام والالتزامات أيا كانت موقعه أو موقعها يعني هي الرجل أيا كان موقعه والمرأة أيا كان موقعها في بيتها في شغلها في أي مكان والراجل كذلك في بيته في شغله في مجتمعه في أي مكان مكان ما هو موجود يقدر يمارس هذه المهارة المهارة دي قيمة ورائعة عشان أستفيد منها في حياتي وأعدل منها من نمط حياتي وبالتالي أنت أي كان موقعك لازم تعرف أن في حاجة اسمها التفويض وفن التفويض يبقى أنا كل حاجة لازم أمارسها باحترافية أمارسها بالمعايير بتاعتها وهو ده ما يسمى بفن التفويض كمان إحنا لازم نحرف فوائد التفويض يعني أنا لو عملت عملية التفويض هستفاديه تخفيف بعض الأعباء عن القادة ولمنحين فرصة أكبر في تحقيق الإنجازات المستهدفة لو أنت قائد زي ما قلنا قائد في بيتك قائدة في بيتك في عملك في أي مكان أنت موجود لو عندك مجموعة من المهام فوضت مجموعة منها فده بيتحلك أنت على الأقل تقدير باقي المهام اللي فضلة عندك أنت تعملها بإيجادة أو أنت تضيف مهام أخرى ما كنتش تقدر تعملها عشان الزخم اللي موجود عندك يبقى دي فائدة الأولى اكتشاف القدرات والمواهب لدى المرؤوسين والمساعدة في خلق جيل آخر من القادة المستقبليين وده تقدر زي ما قلنا تقدر تقيسه تسقطه على عملك وتقدر تسقطه على بيتك يعني إيه؟ يعني أنا عايز آهل اللي في البيت أو اللي في عمل الموظفين الأظهر من عايز آهلهم لمناصب كبيرة وآهلهم لقيادات وأهلهم لتحمل مسئوليات فأنا لازم أمارس عملية فن التفويد عشان أبني جيل جديد من القادة وكذلك جيل جديد من الأبناء والبنات خلق جو صحي من التحفيز لدى الآخرين وخاصة صغار الموظفين ده تأثير مباشر مجرد أن أنت وطبعا هنروح نشوف أنواع المهام اللي تقدر تفوضها لما أنت تعمل تمارس مهارة أو فن التفويد ده أنت بتخلق جو صحي على مستوى الموظفين أن أنت بتقولهم أنا بثق فيكم أنتم جديرين بالثقة أنتم جديرين بتحمل المسئولية وتبتدي بتحملهم مسئولية أنهم يتحملوا مهام معينة وبتشرف عليها واتتابع عليها زي ما اتفقنا لأن فن التفويد مش أن أنت تشيل مسئوليات من عليك وتتفرج لأ أنت مسئولياتك أو مهارتك أن أنت تنقل المهمة لشخص آخر اللي هو فن التفويد واتتابع النتائج وتعمل حاجات تانية فيما بعده هنتكلم فيها إنجاز كم كبير من الأهداف بواسطة عدد كبير من المكلفين لو أنت عندك مجموعة كبيرة من المهام وعندك مجموعة كبيرة من الموظفين إذ وزع مهاراتك وزع مهامك للناس اللي تحت منك وكذلك في بيتك لو أنت عندك ولدين أو بنتين أو ولد وبنت تقدر أنت تعمل عملية فن التفويد لهم وتأهلهم لأن مجرد ما الابن أو البنت يوصلوا إلى سن الأربع تشر أنت كأب وأنت كأم لازم تمارس عملية فن التفويد ده عشان تأهلهم للمرحلة القادمة عشان ما يجيش بعد خمس سنوات بعد سبعة سنوات من الآن يفتح بيت ما بيعرفش يعمل أي حاجة وما بتعرفش تعمل أي حاجة إحنا فن التفويد ده نستفيد منه عشان ولادنا يطلعوا في صورة أحسن إن شاء الله خلق روح تنافسية شريفة بين الأخص فيما بينهم وده شيء صحي إن أنت تعمل تقييم لواحد من الناس عندك الغيرة المحمودة اللي هتحصل بين الموظفين طب أنا ما تحملتش مسؤولية ليه هو ما حملنيش مسؤولية ليه هو ما جربنيش أنا ليه وبالتالي بيفضل على أهبة الاستعداد زي ما بيقولوا إن أول ما تجيني فرصة إن أنا المدير ياسق فيها ويحملني مسؤولية أبتدي أتهد وأتعب على إن أوصل لأفضل نتيجة عشان المدير ياسق فيها مرة تانية وسيلة جيدة وفعالة لتقدير الأشخاص من قبل الآخرين يعني أنا لو عند عشر موظفين لما أجي مارس عملية فن التفويد شيء طبيعي إن أنا مش أختار أي واحد وأحمله مسؤولية أو أديله تفويد ودي من مهارات فن التفويد إن أنا كمان أختار الشخص المناسب عشان أديله التكليف المناسب المساعدة في تحقيق أو تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وكذلك نقاط التميز والمهارات لدى الأشخاص أنا لما أعمل عملية تفويد أو فن التفويد لموظفيني أقدر أقدر أشوف مصادر القوة عنده إيه يمكن بيجمع معلومات كويس يمكن بيرتب لك المعلومات كويس يمكن بيجيب معلومات أكثر يمكن بيتنوع في المواضيع بيتنوع في مصادر المعلومات وده أكتشف مهارة ما كنتش عارفة عنه بس مجرد إن أنا فوضت أكتشف مهارات عنده يساعد في تعزيز الولاء والانتماء لدى الأشخاص تجاه المكان الذي يجمعهم سواء المنزل أو العمل لو أنت مارست نفس هذه المهمة في عملك لو مارسته في بيتك فأنت تدريجيا قاعد تصنع عملية ولاء عند الناس دول في المكان اللي هم موجودين فيه زي ما قلنا في البيت أو في العمل تهيئة الأشخاص لاستقبال القيادة في المستقبل وده شيء مهم جدا والاستعداد التام والكامل لحل المشاكل والعقبات التي تواجههم في المستقبل أنت قاعد بتصنع قائد جديد أب جديد أم جديدة بمجموعة التكلفات والمهام اللي أنت قاعد بتكلفهم بيها ويشتغلوا عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة مجرد ما ما يخش في مرحلة الزواج أو مرحلة فتح بيت هيكون جاهز أول ما يخش في مرحلة أنه هو بقى مدير هيبقى جاهز أنت ساهمت في أنك تصنع مدير أنت ساهمت أن أنت تصنع أب أنت ساهمت أن أنت تصنعي أم ودي من عملية بسيطة وهي فن استخدام مهارة التفويد وسيلة جيدة وفعالة لتقدير الأشخاص من قبل القادة وطبعا فيه عدد كبير من الفوائد لعملية التفويد وفيه كمان مراحل للتفويد نروح نشوف هو أنا إمتى أفوض طب هل كل مهمة عندي أنا كقائد أو كل مهمة عندي أنا كأب أو كل مهمة عندي أنا كأم أفوض بها حد ولا التفويد ده فيه مراحل فيه مهمات أو فيه حاجات التزامات علي التزامات صغيرة لا تحتاج أن أنا أفوض فيها حد فيه مهام أنا ببقى عارف قريدي إن دي مهمة صغيرة مش مهم إن أنا أعملها بنفسي أقدر أجرب بيها الناس اللي هما تحكي مسؤوليتي سواء في العمل أو في المنزل أيوة تمام كده مهمة صغيرة لا تحتاج إلى متابعة دائمة في نهاية المهمة فقط يعني أنت كقائد كلفت حد ممهمة مش مهمة تتبيحها أول بأول مش مهمة تتبيحها من الأول لأخر بس لما تخلص أه إيه الأخبار عملت إيه وصلت إيه تاخد منه النتيجة فيه مهمة متوسطة تحتاج لمتابعة من وقت الآخر تمام فيه مهمة كبيرة تحتاج لإشراك أسخة يعني أنت لو عملت مهمة كبيرة وكلفت بيها أشخاص عشان تاخد نتيجة أكبر ممكن تضيف أتنين عشان ينفذولك هذه المهمة وفيه مهمة سرية ما ينفعش تفوت فيها حد دي إنت تقوم بها إما ما تجربش في حد لازم تكلف بها شخص جدير بهذه الثقة خطوات التفويد تحديد المهمة تكلف الشخص المناسب توضيح المعايير المهمة متابعة الأداء تقييم الأداء وفن التحفيز ودي آخر حاجة في حلقتنا النهاردة استكمال لعملية فن مهارة التفويد أن أنت تعمل عملية تحفيز تعالى الشخص اللي أنت كلفته تحفزه بكلمة بخطاب شكر بهدية بمكافأة تقدر تقدمها له كتقدير منك على إنجازه لهذه المهمة شكرا جزيلا وأتمنى إن شاء الله تكون الحالة عجبتكم وتكون موضوع النهاردة يكون عجبكم وإن شاء الله في الحلقة القادمة بمشاية الله عندنا موضوع مهم جدا هيفيدكم حاجة هناخد بها حاجة اسمها السلام النفسي الناس كلها بتدور على إزاي بقى أنا مستريح إزاي بقى عندي سلام شخصي إزاي أوصل لهذه المرحلة محاضرتنا انتظروها الأسبوع القادم هنتكلم عن إزاي تبقى أنت ماشي طول حياتك راضي ومرضي طول حياتك مبسوط وطول حياتك مستريح وراضي بالوضع اللي أنت فيه السلام الشخصي مش ده موضوع المحاضرة ولكن ده اللي هتاخده من المحاضرة المحاضرة القادمة بمشاية الله الأسبوع القادم وأستوضعكم اشتركوا في القناة